يبدو أن الإسرائيلية يبلشوا يلعبوا ورقة خبيثة جديدة بغزة تتمثل بالعمل على حرب أهلية فلسطينية فلسطينية ظهر هالأمر من خلال السعي لتسليم إدارة غزة لعشاير فلسطينية بهذا السياق انتشر بيان غريب ومريب موقع بإسم عائلات وعشائر المحافظات الجنوبية البيان ما بيكتفي بتحميل حماس مسؤولية الدماء الفلسطينية بالقطاع إنه بيبدو فيه استعداد العشاير الفلسطينية للتفاوض مع من سماهن البيان الجهات الأممية طبعاً هذا الاستعداد ما هو إلا موافقة على الدعوة الإسرائيلية لكن الأهم هو محاولة للقضاء على أي طموح فلسطيني بحل الدولتين وتكريس قيام سلطة محلية بإدارة إسرائيلية البيان المريب بيذكر عائلات غزية ومش عشاير مثل الشوة والنجار والأسطل والآغة وهي عائلات معروفة بولاقة لمنظمة التحرير ولفتح تحديداً ومن غير المنطقة إنه يكون البيان بإسمها الواضح إنه فيه وظيفة فتنوية لإيراد إسمائها العائلات وللعب على ورقة سكان ولاجئين البيان كمان بيكشف عن ملامح الخطة الإسرائيلية لليوم التالي لا دولة فلسطينية بل سلطة أهلية محلية برعاية حاكم عسكري إسرائيلي وبإشراف ووجود مباشر للجيش الإسرائيلي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة